98 عاما على تأسيس الجيش العراقي تمر هذه الذكرى في العراق وسط انتقادات كثيرة لهذا الجيش الحالي المؤسس على الطائفية والعرقية الذي شكل عن أنقاض الجيش صاحب الذكرى حيث لم تفلح الدعاية الحكومية التي روجت كثيرا لانتصاره على داعش لم تفلح بإقناعهم أن هذا الجيش هو ذات الجيش الوطني السابق ولحقته تهم متحوله لجيش طائفي موقع القنطر الألماني وفي تقرير له أكد أن احتفال حكومة عبد المهدي بتلك الذكرى لم يعني أن سياسة التمييز الطائفي التي بدأت منذ الاحتلال وصولا لعهد سلفه المالكي مرورا بالعباد وصولا إليه لم تنتهي حيث ما زالت عمليات الإفساد المنظمات تمارس على القادة العسكريين في الجيش والشرطة والأمن الذين سهلوا من جانبهم استباحة أمن العراقيين وأرواحهم ومنتلكاتهم من قبل ميليشي الحجد التي شاركت رغم اعتراض الحكومة في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة هذه السياسة الطائفية أفرزت بحسب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون يتيم ومليوني أرملة حتى نهاية عام 2017 إضافة لأكثر من خمسة ملايين نازح لا يزال نحو مليونين منهم محرومون من العودة بأمر الميليشيات في وقت تؤكد الإحصائيات أن 271 ألف معتقل منهم 187 ألفا لم يحال على القضاء منذ عام 2017 حتى الآن كل هذه الإحصائيات وأكثر لم تمنع الطبقة الحاكمة في العراق من العودة لتشكيل حكومة طائفية أخرى تريد ميليشي الحجد من خلالها أن تسيطر على وزارتي الدفاع والداخلية وهي نقطة يقول الموقع الألماني أنها لن تحقق الاستقرار وتعني استمرار العنف وعودته بشكل أكبر في البلاد التي تعبت منه ومن الطائفية وتصعد حركة التظاهرات التي تصدح بأعلى صوتها ارحلوا